قاتل الحلم في قلوب المصريين مش رئيسي قاتل محمد مرسي ختيار الشعب المصري مش رئيسي النهاردة من سنة عبد الفتاح السيسي واجهزة دولته قاتلت الشاب بابدالله محمد مرسي ليه عشان عبدالله بن محمد مرسي مش اكتر من كده وجاي تقولي رئيسي اللي بيهدم بيوت المصريين مش رئيسي اللي قدم وقتل عبدالله محمد مرسي مستحيل يكون رئيسي لا اقبل بي ولا كرمتي ولا شرفي يقبل انه يكون في يوم الايام رئيسي خلونا نفتكر النهاردة عبدالله الشاب اللي بيمثل كتير من شباب مصر اللي قدم روحه من سنة علشان هو ابن الرئيس الشرعي اللي انتخبوا الناس علشان كده ابوه اتقتل قبل منه واخوف السجن لحد دلوقت بلا تهمة سوى انهم عيلة مرسي اللي منهم الرئيس محمد مرسي اللي الناس انتخبته عشان يبقى رئيس عبدالله لا مجرم ولا قاتل ولا اشتغل حتى في السياسة عبدالله ما اجرمش ولا باع مية النيل ولا فرق في كرامتنا ولا في شرفنا ولا في جزر تيران وسنفير ولا في سرواتنا الموجودة في شارع المتوسط عبدالله كان شاب زي وزي كل الشباب بيحلم بمصر نظيفة مصر اللي بنحبها كلنا وعايزينها كلنا قاتلوا علشان يتكلم وبيتكلم وزي ما اسامة تكلم وموجود في السجن عبدالله تسجن قبل كده وما سكتش فكان الحل انه يقتلوا بعد كده لان قدروا انه هو اللي كان متحدث باسم اسرة الرئيس بعد ما اعتقلوا اخوه اسامة رحمة الله على عبدالله ربنا يرحموا ويتقبلوا في الصالحين وفي الشهداء ربنا يجعل صبر والدته في مزان حسناتها السيدة الصبورة السيدة المثال المشرف لكل النساء المصريات السيدة نجلاء زوجة الرئيس محمد مرسي وام عبدالله رحمة الله على عبدالله ورحمة الله على رئيس مصر المنتخب الرئيس محمد مرسي غيروا وقولوا اللي انتوا عايزينه اتحكوا على الناس وعملوا افلال خلوا الناس تصدق ان السيسي حاجة عظيمة وكبيرة بس السيسي وضيع السيسي لن يكون في يوم من الايام مثالا لمصر ولا رمز المصر ولا المصريين مصر اعز واشرف واكرم انها يساء ليها الاساءة الكبيرة دي ويترمز ليها بعبدالفتاح السيسي دولة مش عارفة تحافظ على اي حاجة حتى الكؤوس بتاعتها كاسل مش عارف الدورة العربية اخبار مش عارف فيه في وقت توررنا يا جماعة الخبر ورروا الناس قد ايه انهم عايشين في التفاهة ولا شيء لدرجة ان الكؤوس اللي بياخدوها بيضحوا بيها زي المباني الاسرية ما بيضحوا بيها زي التاريخ ما بيضحوا بيه زي الشرف والكرامة ما بيضحي بيها نظام عبدالفتاح السيسي لان هو بيجيب اللي زيه واللي زيه بيقلدوه وهم الجامع ما بينهم انهم بلا وطنية وبلا كرامة وللأسف بلا شرف وطني ربنا يكون فعون الناس حتى لو السيسي خد نوبل السلام فانتو عارفين من هو وهو على رأسه بطحة وعارف هو مين زكرو بالخير الناس اللي قدمت لمصر سيبك من جهزة نوبل السلام زكرو بالخير الناس اللي قدمت علشان مصر ولسه بتقدم أعمارها جوه السجون علشان مصر تبقى أحسن حزم أبو اسماعيل ولا تذكر بالخير بسم عودة ولا أسامة ياسين ولا عصام سلطان ولا كبار مصر ورجالها اللي في السجون اللي أبد أن عبدالفتاح السيسي مش هيوصل لأعلى مستوى أعلى مستوى عنده مش هيوصل تحت نعلهم بشوية بشكر حضراتكم حلقاتنا انتهت للإسبوع ده ونتقابل مع بعض ان شاء الله الإسبوع الجاي في حلقات جديدة من ألوك كمليين السلام عليكم في أمان الله